نتابع في هذه الحلقة هذين الملفين المركزي الفلسطيني قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل وينسحب من الاتفاقات معها فهل ينفذ أبو مازن؟ بعد قمة ألمانيا إفريقيا هل تسعى برلين لمحاربة الهجرة غير الشرعية بتطوير اقتصاد القارة السمراء؟ قرارات للمجلس المركزي الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل وتعليق كافة الاتفاقات معها تضع الكرة في ملعب الرئيس أبو مازن وفي هذا الصدد تثار تساؤلات عدة ما أهمية هذه القرارات إذا لم تترجم على أرض الواقع؟ وإلى أي مدى جاءت معبرة عن طموحات الشعب الفلسطيني؟ وفي أي ظروف جاءت هذه القرارات؟ وكيف سيتعامل معها أبو مازن بعدما أضحت طلبات فلسطينية حقيقية؟ وهل سيعمل على تعطيلها كما حدث سابقا؟ وكيف ستعمل هذه القرارات على التصدي لأي محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة؟ وماذا يعني وصف حماس لجلسة المركزي بغير الشرعية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوف الجزء الأول من هذه الحلقة من وراء الحدث لكن بعد هذا التقرير بواقعية لا أحدا يجزم أن السلطة الفلسطينية ستذهب نحو تطبيق قرارات اتخذها المجلسان الوطني والمركزي فيما مضى وعاد التأكيد عليها المجلس المركزي في دورته الأخيرة تمثلت القرارات بإنهاء التزامات منظمة التحرير وسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقياتها مع إسرائيل وفي مقدماتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات باعتبار أن المرحلة الانتقالية أي اتفاق أوسلو لم يعد قائما وكذلك وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجديد استقلال الدولة ذات السيادة وثمت من يقولون تنفيذ تلك القرارات جملة واحدة يعني القفز في الهواء وهما أشار إليه بعض المسؤولين الفلسطينيين بأن تنفيذ القرارات سيكون متدرجا وبعد دراسة هنا يشكك الكثيرون بقدرة السلطة على تنفيذ أي من قراراتها الأخيرة بل ذهبوا إلى اعتبارها مناورة تكتيكية ولكن لن تجدي نفعا مع حكومة اليمين في إسرائيل امتلأت التحليلات الإسرائيلية وفاضت بالسخرية من قرارات وقف التنسيق الأمني أو إلغاء اتفاق أوسلو الذي جاء بالسلطة الفلسطينية عام 1994 يمكن تطبيقها في حال وجود إرادة لتغيير جوهري في العلاقة بين الفلسطين والإسرائيليين بمعنى إنهاء اتفاق أوسلو لكن هذه القرارات هي تأتي تحت صقف اتفاق أوسلو وبالتالي من الصعوبة بمكان تطبيقها لغياب الإرادة أولا وأيضا الإمكانيات غير المتاحة للفلسطينيين في عملية المواجهة مع إسرائيل ما ذهبت إليه المجلس المركزي هو محاولة لإعادة الكرة للجنة التنفيذية ومن ثم لإعادة الكرة في إطار دراسات جديدة لم تقم بها السلطة الفلسطينية منذ سنوات وبالتالي هي عمليا لغير التطبيق وبمقاطعة 30 عضوا من المجلس المركزي تبدو أسباب المقاطعة من وجهة نظرهم تستند إلى استمرار سياسة التفرد لدرجة تحويل المؤسسات الشرعية التقريرية إلى هيئات استشارية وإغراقها بالموالين والمحسوبين إضافة إلى عدم تنفيذ الكثير من القرارات الجوهرية المتخذة سابقا واستمرار ما أسمي بالعقوبات على قطاع غزة من قبل الرئيس الفلسطيني هذه القرارات اتخذت منذ آذار 2015 في اجتماع المجلس المركزي الذي كرس لنقاش اتفاق أسلو وما انتهت إليه المفاوضات من أزمة وطنية شاملة هذه القرارات يجري تكرارها في كل مرة وفي كل مرة تتسم بلهجة أضعف وأكثر انهزامية وأكثر تسويف وهذه القرارات لا يمكن أن تنفذ حتى لو عقدنا 50 مجلس مركزي إلا بإنهاء الانقسام وملفت للنظر أن قرارات المجلس لم تتضمن أي خطوات فعلية للتقدم في موضوع إنهاء الانقسام وأعتقد هذا أمر ضروري التركيز عليه بالفترة القادمة بما في ذلك رفع الإجراءات والعقوبات عن غزة ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة هذا لم يتخذ تخذ في القرار في المجلس السابق في المجلس الوطن تخذ قرار بعقد مجلس وطني توحيدي ومع ذلك فإن المجلس المركزي لم يبحث قضية إلغاء دور المجلس التشرعي رغم التسريبات التي سبقت عقد الجلسة ولا حتى فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة والاكتفاء بتحميل حماس المسؤولية عن تعطيل المصالحة وعدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة قبل ما يقارب العام ضياء حشياء الغد رام الله ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من رام الله سيد محمود الزقة عضو المجلس المركزي الفلسطيني كما ينضم إلينا من غزة سيد زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأبدأ معك سيد زياد من غزة أنتم في الجبهة الديمقراطية كنتم مقاطعين لهذا الاجتماع ولهذه الدورة من دورات المجلس المركزي كيف تنظرون إذن إلى هذه القرارات التي اتخذت في هذه الدورة؟ نحن بالجبهة الديمقراطية قطعنا دورة أعمال الدورة الثلاثين وأيضا التسعة وعشرين والأسباب التي دعت للمقاطعة هي ما زالت قائمة وحتى بعد قرارات المجلس المركزي التي اتخذت بالأمس لأن سياسة التفرد والانفراد وتهميش الهيئات أضعفت المكان التمثلي لمنظمة التحرير وقوضت قواعد الاتلاف الوطني نعم قرارات المجلس المركزي تكرر نفسها وأيضا تكرر لعبة تشكيل الليجان وتعويم المسئوليات وتعطيل القرارات وكما جاء بتقريركم منذ ثلاث سنوات ونصف منذ آذار عام 2015 تخذت قرارات بوقف التنسيق الأمني لغاء اتفاق باريس الاقتصادي ووقف التعامل مع اتفاق أوسلو لكن للأسف الشديد القرارات تكرر نفسها وتشكل الليجان والليجان تشكل لها لجان ثم الليجان تعود إلى اللجنة التنفيذية التي تشكل لجنة ثم تحيلها للمجلس المركز ويحيل وهكذا دوليك أي بمعنى لا تطبيق فعلي لكل القرارات المتخدة التصويف والمماطلة لكن هناك سيد سيد جرهور هناك تعليق الاعتراف بإسرائيل هذه ربما تكون قرارات غير مسبوقة من قبل السلطة الفلسطينية كل ذلك كل حديث وكلام وحبر على أراغ ولم ينفذ منه شيء نحن اليوم استمعنا إلى أحد المحللين والمعلقين وأحد أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحدث بلغة واضحة وقال من يريد أن ينظر أن تنصيق الأمن يتوقف فليذهب إلى مكاتب الإدارة المدنية إلى مكاتب الارتباط والتنصيق مع دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية فسيجدها موجودة ولن يتغير أي شيء بل ازداد التنصيق الأمني مع دولة الاحتلال ومع جيش الاحتلال بمعنى أن هذه القرارات هي قرارات مماطلة تسويف تفرد بالقرار الذي دعانا للمقاطعة والتي لا زالت مستمرة أسباب المقاطعة هو عدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني عدم تنفيذ قرارات دورات المجلس المركز المختلفة عدم تنفيذ دورات قرارات المجلس الوطني الذي عقدت بنيسان أذار عام 2018 قبل خمسة شهور كل ذلك هو بحاجة نحن إلى إرادة حقيقية بحاجة إلى تطبيق قرارات الإجماع الوطني المتفق عليها جماعيا متفق عليها بكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لا أن نصدر قرارات وتوصيات وتشكيل لجان لشيء أصلا صدر به قرارات وبإجماع الوطني الفلسي في رمالة إذن القرارات كما يراها المحللون وكما تراها الفصائل المشاركة لكم وإن كانت مقاطعة تكرر نفسها ليس فيها جديد لا يعول عليها ما لم تنفذ وما دامت جاءت في ظل انقسام فلسطيني وما دامت جاءت في ظل تفرد بالسلطة وبالقرار كيف تعلق؟ يعني أولا أبدأ في موضوع هذا النهج العدمي في المقاطعة أبو اليسار الأممي لينين أوصى وجميعنا يعرف هذا الأمر بأن نكون موجودين حتى في أكثر النقابات والمؤسسات الظلامية وجهل وتخلف حتى نستطيع أن نؤثر من الداخل أعتقد بأن الحرية موجودة في المجلس المركزي لأن تقول رأيك من مسافة سفر أمام المسؤول الأول وهذا متبع أما قضية المقاطعة يعني لا أعتقد بأن عدم وعدم وعدم هو السبب نحن نعرف تماما ما هو السبب للمقاطعة ورغم هذا أتمنى أن نغادر هذا النهج العدمي في موضوع المشاركة في المؤسسات الفلسطينية وفيما يتعلق بالقرارات؟ أعتقد بأنها خطوة نوعية ربما حتى ولو على الصعيد النظري أن تتخذ قرارات من هذا النوع جميعنا يسعى لتنفيذ هذه القرارات اليوم الساعة العاشرة تم اجتماع حضره ما يزيد عن عشرين أخ والسبب الرئيسي لهذا الاجتماع هو تجسيد هذه القرارات فعليا تم تقسيم المجتمعين إلى ثلاث لجان لجنة الأولى للموضوع الأمريكي والأخرى للمصالحة والثالثة لكيفية العلاقة مع إسرائيل وهناك أمور تم طرحها ربما في هذه اللحظة ليس محبزا أن تطرح على الإعلام تقصد أن تخذت آليات للتنفيذ سيد محمود؟ بالتأكيد تخذت آليات وسيتم التنفيذ أنا أضرب مثالا على صعيد الإسرائيل طبيعة هذه الأليات فيما تعلق بهذه الملفات السلافة لأن هذه القرارات اتخذت في سابقات الاجتماعات المجلس اتخذت نفس القرارات وتقريبا بحثفيرها ما الجديد إذن على صعيد التنفيذ هنا؟ أنت تحدث عن حالة معقدة حالة تشابك بيننا وبين العدو الإسرائيلي سوء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني لا أعتقد بأنه من البساطة ومن السهولة يعني اتخاذ قرار وتنفيذه فورا هناك أمور يجب أن تدرس بعناية حتى نتجنب القفز في الهواء بعدم تطبيق ما نتحدث به عمليا الأمر الواضح جدا بين إسرائيل أساسا هي تنصلت من الالتزام بالاتفاقيات سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد الإسرائيلي وحان الوقت لأن نكون فلسطينيا نقابل هذا الفعل الإسرائيلي بفعل رفض ما تمارسه إسرائيل أنا أؤكد لك بأن هذا الأمر بات جديا وبات ضرورة وطنية ولا يمكن التخلي عن تنفيذ هذه القرارات طيب سيد جرغون إذن حتى وإن تكررت هذه القرارات أو اتخذت قبل ذلك وها هي تكرر نفسها على حد تعبيرك لكن هذه المرة غير كل مرة بنظر الاعتبار لحرج اللحظة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق أبو مازن فضلا عن أن هناك آليات تنفيذية تخذت بالفعل من خلال تخصيص هذه اللجان لهذه القضايا الثلاث فضلا أيضا عن أن هذه المرة المجلس المركزي منح الرئيس الفلسطيني نفسه حق قرار تنفيذ هذه القرارات في أي لحظة إذن قد تكون هذه المرة مختلفة بكل أسف هذه المرة لا تختلف بل هناك تراجع عن القرارات التي اتخذت في دورات المجلس المركزي السابقة وأيضا دورة المجلس الوطني وهذه أن تحويل هذه القرارات إلى رئيس أبو مازن هي بمعنى تعطيل لكل القرارات أي بمعنى السياسة التفرد والانفراد تحويل كل الهيئات إلى شخص لحتى لا ينفذ أي قرار من كل القرارات المتخدة نحن لدينا قرارات إجماع وطني لدينا قرارات المجلس المركزي في أذار 2015 وأيضا في عام 2018 للمجالس المركزية أيضا قرارات المجلس الوطني بكل تأكيد هناك تراجع عن ما اتخذ بالقرارات السابقة وخصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة بدورة المجلس المركزي السابقة والتي سبقتها أيضا والمجلس الوطني كان هناك قرارا واضحا برفع العقوبات والإجراءات عن قطاع غزة وعودة رواتب الموظفين وأيضا الاهتمام بقطاع التعليم والصحة بقطاع غزة ذلك لم يرد بقرار المجلس المركزي الأخير وهناك خشية أن هذه اللجانة التي شكلت أن تتخذ قرارات بعيدا عن الإعلام بعيدا عن فصائل العام الوطني باتجاه مزيدا من العقوبات على قطاع غزة من يريد أن يوقف التنصيق الأمني هي ليس بحاجة إلى لجان أو قرارات تتخذ من قبل الرئيس هناك قرار واضح من قبل المجلس المركزي أن يوقف التنصيق الأمني فورا أن تقطع العلاقة مع دولة الاحتلال أن يجري وقف العمل باتفاق باريسي الاقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد دولة الاحتلال هي بحاجة فعلا كما أشرت إلى إرادة حقيقية بحاجة أن نطبق ما تخذ من قرارات لكن هذه هي القرارات التي تتخذت بالفعل هذه القرارات التي قلت هي التي تتخذت بالفعل لكن لم يطبق منها شيء نحن نتحدث عن قرارات التي تخذت منذ ثلاث سنوات ونصف لكن لم يطبق منها شيء ما هو الذي منع الرئيس أن ينفذ هذه القرارات ما هو الذي منع القيادة المنتنفذة أن تطبق هذه القرارات المتخذة نعم هناك تعطيل متعمد لتنفيذ هذه القرارات لأن هذه سياسة القيادة المتنفذة التفرد والانفراد وتهميش كل المؤسسات ونحن للأسف الشديد تحولت المؤسسة إلى مؤسسة الشخص أو الفرد الواحد وهناك خطورة على كل مؤسسات منظمة التحرير باتجاه شطب منظمة التحرير عام 1994 حينما جرى توقيع اتفاق أوصدو جرى دمج مؤسسات المنظمة بالسلطة الفلسطينية أما المرحلة الحالية هو يجري شطب كل منظمة التحرير وكل الهيئات التمثيلية والتشريعية التي تمتل شعبنا الفلسطيني سيد محمود أنت أشرت قبل قليل إلى عدمية في إطار لومك للذين قاطع وأشرت إلى عدمية المقاطعة ولا جدواها وقد يقال هنا أن العدمية واللا جدوى تتمثل في الانفراد بالقرار واتخاذ هذه القرارات دون غطاء إجماع وطني ألم يكن من الأولى والأوفق اتخاذ مثل هذه القرارات القوية حتى أن نظرتم إليها على أنها جريئة وقوية وغير مسبوقة أليس من الأولى أن هذه القرارات كانت تتخذ تحت مظلة إجماع وطني حتى تكون لها فاعلية أكثر حتى تكون لها قوة في التنفيذ أكثر عند المحتل يعني اسمح لي ليس جديدا على الساحة الفلسطينية مقاطعة البعض لجلسات المجلس الوطني هناك العديد من الفصال التي قاطعت مرة ومرتين وثلاثة وفي نهاية الأمر تدرك خطأها وتعود للمجلس للاجتماع في إطار الحقيقة التمثيلية لمنظم التحرير الفلسطينية سياسة المقاطعة بالتأكيد نهج مضر ونهج سيء ربما يفتح شهية الآخرين لصناعة البدائل عصرنا مثل هذه العقلية عندما في الثلاثة وتمانين عندما تم الانشقاق وشكلت جبهة إنقاذ وفي نهاية الأمر كانت تجربة بائسة جدا على من صنع هذه التجربة لهذا أقول بأن يجب أن نتعامل بواقعية جدا نختلف نتبين ولكن داخل البيت هذا هو المهم وهذه هي السياسة الواقعية أنا أؤكد لك بأن البعض ربما لم يقرأ البيان الذي صدر على المجلس المركزي ويتحدث يعني عبثا ما اتخذه المجلس المركزي أنا أعتبره خطوة نوعية صحيح لمطلوب التنفيذ تاني يوم الساعة العشرة تماما كان هناك اجتماع لعشرين شخصية فلسطينية تم تقسيم الملفات إلى ثلاث لجان لكن أنا أتحمل هنا سيد محمود عني فاعلية فاعلية القرارات أكيد ستكون أكبر إذا تخذت في ظل إجماع وطني وليس في ظل انفراد والدليل على ذلك أن الطرف الإسرائيلي لم يعبأ بمثل هذه القرارات وعلى رأسها سحب الاعتراف بدولة إسرائيل ما لم تعترف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 67 بل وصل الأمر إلى أن الجرائد الإسرائيلية وصل بها الأمر إلى السخرية من هذه القرارات وخاصة التنسيق الأمني التنسيق الأمني أصبح سطوانة مشروخة كل شوية أبو مازي نتحدث عن وقف التنسيق الأمني وهو لا يتوقف أخي أنا أؤكد لك نحن على عتاب مرحلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل وأيضا العلاقة مع أمريكا نحن أمام واقع بين إسرائيل قد تنصلت من كافة التزاماتها إسرائيل همها الوحيد في الضفة الغربية تحديدا هي كيف تسيطر على أراضي جديدة وكيف تقيم السلطنات وكيف تفشي الحل للدولة الفلسطينية لهذا بات واضحا جدا بأننا يجب أن نواجه هذا الفعل الإسرائيلي بفعل حقيقي أن ننهي هذه العلاقة التي كانت موجودة سابقا مع إسرائيل إسرائيل هي أساسا من تنصلت للاتفاقيات وبات الأمر واضحا وضروريا بأن يتخذ إجراءات تقابل هذا الفعل الإسرائيلي الذي يطلع ليس أمامنا خيار فقط يمكن أن نعمل تماما كما تم اتخاذه في المجلس المركزي أن نوقف التنصيق ما بيننا وما بين إسرائيل رغم وروده نصا في الاتفاق السبب الرئيس من إسرائيل هي من تنصلت لهذه الاتفاق سيد جرغون قبيل هذا الاجتماع حركة حماس قالت أن هذا المجلس غير شرعي وانفصالي وشنت هجوما عليه وفي خطاب أبو مازن حمل حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات ما ضرورة مثل هذا التصعيد مرة أخرى ألم يكن من الأولى التهدئة التهدئة أقصد بين الطرفين في ظل هذه الأجواء بكل تأكيد هذا التصعيد الإعلامي واللفظي نحن بالجبهة الديمقراطية المجلس الوطني والمنظمة التحرير هو من تل الشارع والوحيد لشعبنا الفلسطيني لكن هناك تفرد واستفراد واستأثار بالقرار الوطني نحن مجدداً بالجبهة الديمقراطية ندعو إلى أهمية البدء بحوار وطني مسؤول من أجل معالجة الأزمة وجسر الهوى في الموافق بين الطرفين الانقسام وعادة الاعتبار لمبادئ التوافق القيادة الجماعية وشراكة الوطنية وأيضاً احترام القرارات الصادرة عن الهيئات ومؤسسات منظمة التحرير واستعادة دورها على اعتبار أن منظمة تحرير الفلسطينية هي جبهة وطنية متحدة وأيضاً نعمل على تعزيز اللحمة الشعبية والالتفاف حول الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني بكل تأكيد كل ذلك يعطل ويعكر أجواء المصالحة أو يقرب من أجواء المصالحة بل يبعد من المصالحة الفلسطينية نحن بحاجة فعلاً وندعو مجدداً إلى دعوة الأمناء العامين للفصائل إلى أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس أبو مازين إلى اجتماع فوري بالقاهرة أو بمقر جماعة الدول العربية بالقاهرة من أجل الخروج باستراتيجية وطنية نضالية جديدة تجمع ما بين كل أشكال النضال والمقاومة بما فيها المقاومة المسلحة لأن هناك خطر داهم يهدد القضية الفلسطينية يهدد مشروعنا الوطني والتحرري وخصوصاً ما يسمى بصفقة العصر لأن هناك محاولة لشطب اللاجئين شطب القدس شطب القضية الفلسطينية الاستطان يلتهم أراضي الضفة المحتلة نعم نحن بحاجة إلى مراجعة كل ذلك نحاجة إلى السعادة الوحدة الوطنية وليس رداً على ضيفك من رام الله نعم العدم المشاركة هي كان قراراً صائباً ونحن نعتقد أن المشاركة عدمية لأنك تشارك ولا ينفذ أي قرار مما تتخذ فتصبح المشاركة عدمية ولا جدوى من هذه المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي نحن بحاجة إلى تطبيق القرارات المتخدة المتبال المجالس المركزية والمجلس الوطني سيد محمود الزق سؤالي لك أيضاً كيف ستعمل هذه القرارات على التصدي لمحاولات أو حسب نص أبو مازين لأي محاولات لفصل الضفة عن قطاع غزة يعني في ظل هذه الأجواء المشحونة كيف لم يقل لنا أبو مازين كيف سيتصدى لذلك كلمة السر نحن من يمتلكها لا يمكن لأي مشروع مهما كان أن يفرض على شعباً فلسطيني وأن يستمر دون أن يأخذ الشرعية من الهيئة التشريعية الفلسطينية نحن لن نعطي هذه الشرعية بعدم موافقتنا بالمطلق على ما يجري التخطيط له لشعباً فلسطيني وتحديداً هذه الصفقة المشؤومة صفقة ترامب لهذا أقول بأننا أولاً نرفض وربما نتشارك جميعنا فلسطينياً في هذا الرفض ولكن المطلوب بكل بساطة حتى نفشي الركيزة الأساس للمشروع الأمريكي هذه الركيزة التي تعتمد الانقسام أساساً وضرور التطوير هذا الانقسام إلى انفصال كون المشروع الأمريكي أساساً هو دويلة في غزة دويلة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي هذا هو المشروع الأمريكي دون استعادة الوحدة لا يمكن أن نفشي لهذا المشروع لهذا بكل بساطة علينا أن نتمتع بالرؤية الوطنية والعقلية الوطنية لنعيش شعوراً بأننا كفلسطينيين يمكن أن نهزم هذا المشروع الأمريكي البائس هذا الكلام موجه لمن سيد محمود لجميعنا بما فيها الرئيس أبو مازل لأن أبو مازل أصلاً صعد في خطابه وصعد هجومها على حماس كما شنت أيضاً حماس هجوماً عليه وقالت أنه المجلس انفصالي وغير شرعي لا يعني فقط قبل أيام بكل بساطة بحر من تشريع غزة أعلن سحب الشرعية عن أبو مازل للأسف الشديد بغض النظر الموضوع ليس موضوع تعميق جرح الانقسام الأساس بكل بساطة أن نواجه هذا المشروع لأمريكي الرقيز الأساس لمواجهته واستعادة وحدة شعباً وطنية هذا إذا كان هناك من يريد فعلاً مواجهة هذا المشروع سيد جرغون إذا خلصنا من كل ذلك إلى أن هذه القرارات وما دامت تكرر نفسها ولا جديدة فيها حسب ما قلت أنت منذ قليل إذن العبرة بالتنفيذ هل إذن تنفيذ هذه القرارات يحتاج لحراك وطني واسع وضغط لتنفيذ هذه القرارات بكل تأكيد قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني وكل قرارات الإجماع الوطني بحاجة إلى ضغط شعبي وجماهيري من أجل تنفيذ هذه القرارات بحاجة إلى ابناء شعبنا سواء بغزة أو بالضفة الغربية أو بشتات أن نضغط من أجل تنفيذ هذه القرارات لأن لا يعقل أن تتخذ قرارات ولا يدر تطبيقها أيضا بحاجة إلى أن يحترم الرئيس والقيادة الفلسطينية قرارات الإجماع الوطني احترام الهيئات التشريعية والتمثيلة لشعبنا الفلسطيني لأن قرارات حتى اللجنة التنفيذية القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني أصبحت لجنة استشارية لا قيمة لكل قراراتها لأنها تعقد أجتماعاتها بدون حضور الرئيس وتصبح قراراتها استشارية ولا ينفذ منها شيء نعم بحاجة إلى عادة النظر في كل أسليب العمل الفلسطينية أسليب العمل التي أصبحت تضع هذه الايئات في خانة أو بمعنى إهمالها وتهميشها وأصبح الفرد هو من يتحكم بكل مصير شعبنا الفلسطيني نعم نحن فصائل العمل الوطني منذ أن تشكلت منظمة التحليم الفلسطينية هي اتلاف وطني عريض أشكرك سيد زياد جرغون اتلاف وطني عريض تضم كل فصائل العمل الوطني وتنفذ القرارات بالتوافق والإجماع الوطني الفلسطيني السيد زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من غزة شكرا لك وأشكر من رمال الله سيد محمود الزق عضو المجلس المركزي الفلسطيني شكرا لكم مشاهدين متواصلون معكم في وراء الحدث لهذه الليلة ونتابع بعد هذا الفاصل بعد قمة ألمانيا إفريقيا هل تسعى برلين لمحاربة الهجرة غير الشرعية بتطوير اقتصاد القارة السمراء؟ في قمة الشراكة مع إفريقيا المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين بين ألمانيا وإفريقيا وبمشاركة النمسا تثار عدة تساؤلات لعل أهمها هل هناك توجه ألماني حقيقي للشراكة مع القارة السمراء؟ وهل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة قديما؟ وهل تكفي مشروعات التنمية للقضاء على موجات الهجرة غير الشرعية التي تؤرق أوروبا؟ وكيف يمكن إقامة تعاون في مجال مكافحة الأرهاب؟ وماذا لدى ألمانيا وماذا لدى إفريقيا؟ وكيف يتم التعامل مع القارة باختلاف أوضاعها كوحدة واحدة؟ وكيف تلعب مصر دورا محوريا في هذه الشراكة؟ هذه الأسئلة وغيرها نبحث عن إجاباتها عند ضيفي الجزء الأخير من هذه الحلقة في وراء الحدث لكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير بصفتها رئيسا لمجموعة العشرين أطلقت المستشارة الألمانية أنجلا ميريكل مبادرة دعت من خلالها القادة الأفارقة إلى حضور القمة حول شراكة مع إفريقيا المبادرة الألمانية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في إفريقيا بالتزامن مع مناقشة الحلول المطروحة للحد من الهجرة غير الشرعية معتبرة أن تطوير اقتصاد إفريقيا ورفع المستوى الاقتصادي فيها سيسهم بشكل كبير في إقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وتهدف القمة أيضا إلى محاربة التنظيمات الإرهابية المستوطنة في إفريقيا والتي تسهم في توتير الوضع الأمني وبالتالي الاقتصادي ورأت المبادرة الألمانية أن القضاء على الإرهاب سيساهم في تطوير الدول الإفريقية ويساهم في نموها الرئيس المصري الذي حضر القمة وعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين وأفارقة قال إن مصر تتطلع إلى أن تمثل المبادرة قيمة كبيرة في تحقيق ما سبق الاتفاق عليه بشأن دعم التصنيع في إفريقيا والدول الأقل نموا وقال إن مصر تسعى إلى استثمار في دول إفريقية وإنها تملك خطة استراتيجية لتطوير اقتصادها بشكل خاص والاقتصاد الإفريقي بشكل عام أكدنا خلال مباحثتنا اليوم أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما ينسله التهديد لشعوب العالم واتفقنا كذلك على أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات وقد استعرضت من جنيب العبء الكبير الذي تتحمله مصر في هذا المجال انطلاقا من دورها ومغيحها ورسالتها عبر استضافتها لملايين اللاجئين كما تناولت النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن وكان الاتحاد الأوروبي قد سنى العديد من القوانين التي تحد من الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة مع ازدياد تدفق اللاجئين غير الشرعيين من دول إفريقية بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط اشتركوا في القناة لمزيد من التحليل ينضم إلينا في الستوديو السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر السابق في ألمانيا أهلا وسهلا سعاد السفير أهلا دكتور تتفرج على الصين وتركيا والولايات المتحدة وهم يتوغلون أكثر وأكثر بمشاريع عملاقة داخل الأسواق الأفريقية وتقف ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي كمشاهد فقط هل هذا نهج ألماني جديد؟ فعلا المستشارة قالت الألمانية في كلمتها النهاردة يجب أن نتحدث عن أفريقيا يجب أن نتحدث مع أفريقيا يجب أن نتحدث عن أفريقيا نتحدث مع معنى الكمباكت وز أفريكا أو الاندماج مع أفريقيا وده عنوان المؤتمر هو أن تتعامل أوروبا والدول الصناعية الكبرى أي الغرب عموما مع أفريقيا على قدم المساواة أي خلق أطر والنظم لإدارة العلاقة اقتصاديا وتنمويا بالشكل الذي يحفظ مصالح أفريقيا لأن النظام العالمي والنظام الإنمائي المتبع والنظام جائر على أفريقيا نظام مستغل بامتياز حجم الأموال التي تخرج من القارة لسداد ديون الغرب أضخم مما تقدمه الدول في شكل معونات إنمائية أو مؤسسات التمويل وعشان كده كومباكت وز أفريقيا ليس بارتنرشب دي كومباكت يعني الاندماج مع أفريقيا لكن هل ألمانيا في ضق هذا الكلام هل ستدخل ألمانيا بأسلوب جديد غير الأسلوب الذي دخلت به الولايات المتحدة وغير الأسلوب الذي دخلت به الصين مثلا طبعا لأن الحديث عن الاندماج مع الاقتصاديات الأفريقية هو فيه مسئولية مشتركة لإنجاح هذه الشراكة هي أعلنت في يونيو الماضي كان حضر رئيس عبد الفتاح السيسي قمة ألمانيا إفريقية أو قمة تحت إطار مجموعة العشرين تقودها ألمانيا هذه ثاني قمة بعد قمة العشرين بعد إطلاقها في قمة العشرين فترة الرئاسة الألمانية الحقيقة أفريقيا بتطلق العديد من المبادرات فيه مبادرة هندية ومبادرة صينية ومبادرة طبعا تاريخيا أمريكية وفرنسية قائمة منزحين وعندنا مبادرة تركية مبادرة كورية جنوبية أي أن هذه المبادرات انعكاس لأهمية القارة وطبعا كلهم يحقق مصالحه ولكن اللي ألمانيا عايزت تطرحه بشكل جديد مصالح الألمانية مرتبط شوف الملف اللي بيؤرق ألمانيا ويؤرق أوروبا هو ملف الهجرة غير الشرعية طبعا ملف الإرهاب ملف أهم جدا ورئيسي حتى لو تشوف النهاردة محور العلاقة أو الحوار المصري الألماني مرتبط بقضية الهجرة غير الشرعية وطبعا الإرهاب وملف التعاون الإنمائي والاقتصادي ثلاث ملفات رئيسية في الزيارة السنية لكن مدام سؤال حضرتك عن الملف الإفريقي تحديدا فألمانيا بتطرح أبروتش جديد منظور جديد جايبة 12 من أهم الاقتصاديات الإفريقية الواعدة الصاعدة اللي تبنت برامج إصلاح اقتصادي أهمة وصعبة مثل مصر وقدمت لهم قائمة بالشركات الألمانية والأوروبية الراغبة في شراكة جادة مع إفريقيا زي سيمينز يعني شوف سيمينز عرضت النهاردة في قمة الشراكة أو في قمة الاندماج مع إفريقيا عرضت فيلم عن مصر فيلم عن ثلاث محطات أنا شاهدت توقيحهم في 3 يونيو 2015 عندما زرانا الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين ثلاث مشروعات أو ثلاث محطات أضافوا 14.4 من 10 جيجاوات يعني نصف الطاقة المولدة في مصر من شركة واحدة بنواقع معها النهاردة اتفاقية شراكة جديدة بتدرب مهندسيك بتنقلك فيما يتعلق بالتصنيع بنقل التكنولوجيا وتوطنها دمع مصر دمع مصر اليوم تم هذا التوقيع بالإضافة للتعليم الفني والتقني عبر شركة ألمانية عملاقة وهو ما ستفعله في أفريقيا وهو ما ستفعله في أفريقيا وهو ما ستفعله في أفريقيا لأنه عرض الفيلم جيو كيزر رئيس سامنز رئيس ماجلس وهو صديق للرئيس وصديق لمصر والمنطقة العربية وعرض لإفريقيا مات قصة النجاح في مصر لأن ثلاث محطات كل منهما يعني كل محطة على حدة هي الأكبر في العالم فتلاث محطات يضيفوا نصف طقتك المولدة من الكهرباء دم هو مطروح ألمانيا على إفريقيا وأنا أتصور أننا علينا أن نستثمر هذه الرغبة الألمانية التي سمتها المستشارة منذ عام مشروع مارشيل تجاه إفريقيا فإحنا في إفريقيا مارشيل جديد إحنا في إفريقيا نحتاج لهذا النوع من التعاون سيد السفير سأعود إليك لكن أرحب بضيف هذه الحلقة من برلين أستاذ عبد الرحمن عمار الباحث في الشؤون الأوروبية أستاذ عبد الرحمن أهلا بك هذه القمة ألمانية أفريقيا تعقد للمرة الثانية بعد أن انعقدت في داخل أو على هامش مجموعة العشرين والسؤال هنا ماذا قدمت إذن هذه الشراكة الألمانية الأفريقية لإفريقيا في دورة ثانية أو في جولة ثانية يعني لو عملنا كشف حساب على مدى عاميا هذه المبادرة لا تزال في بدايتها مرة عليها عام والآن هناك تأكيد لالتزامة ألمانية تجاه الدول الإفريقية مصر والمغرب في شمال إفريقيا ودول إفريقيا أخرى في مستوية كثيرة ما يحرك الألمان ليس فقط الأرباح الاقتصادية للجانبين هم عشر دول حتى يكون المشاهد معنا في الصورة يعني تونس والمغرب وساحل العاج ومصر والسنغال وإثيوبيا وتوغو وبنين وغينيا وغانا ورواندا الدول المشاركة أكيد نعم وألمانيا ما يحركها ليس فقط الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الشركة الألمانية بل ترى أن هناك مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه القرى الإفريقية ثانيا بأن هذه الدول شريك أساسي لأمن أوروبا لأن نعرف أن موجة اللاجئين تسببت في ظهور اليمين المتطرف ما تعاني منه الآن الأحزاب التقليدية وهناك أيضا الإرهاب الذي يهدد أوروبا وبالتالي هناك حاجة لتعاون الدول الإفريقية والكل يعرف أن إفريقيا دخلت في طي النسيان من قبل الألمان لسنوات كثيرة وتم التركيز على أسيا والآن تقول ميركل وحتى الرئيس الألماني بأن يجب التركيز على القرى الإفريقية وزيادة دعم القرى عشرات الأضعاف من خلال استثمارات ودعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتركيز سيكون تحديدا على عنصر الشباب في القرى الإفريقية لأن في المقابل نعيش نسبة أكبر للشيخوخة في أوروبا وهنا ستستفيد القرى الأوروبية أكثر من إفريقيا وما الذي ستقدمه إفريقيا لألمانيا صداد الرحمن؟ إفريقيا يمكن أن تقدم أولا عندها رأس مال بشري قوي هناك كفاءات في مجالة كثيرة العلمية منها وفي العلوم الإنسانية وأيضا إفريقيا يمكن أن تحتضن مشروعات رائدة كالطاقة الشمسية في حال مصر مثلا والمغرب وأيضا هناك إمكانية لإنشاء المزيد من المصانع مصانع للشركات الألمانية وعلى رأسها فولكسباغن التي طرع هذه المبادرة في برلين والتجربة أكدت بأن صناعة السيارات في إفريقيا تكلفتها قليلة وتصل إلى أوروبا في وقت أسرع مقارنة مع الصين مثلا وهناك مستويات كثيرة في المقابل فإن القارة الإفريقية في حاجة لأوروبا للقضاء على الفيضانات والتي تتحمل فيها الدول الصناعية هنا ألمانيا عندما تدخل إلى إفريقيا ستجد منافسين لها وهو ما أشار إليه جرد مولر كما قلنا قبل قليل ستجد الصين وستجد الولايات المتحدة وستجد تركيا ما هي الميزات النوعية لدى ألمانيا مقارنة بهؤلاء المنافسين الألمان كما قالت ميركل يركزون أكثر على الرأس مال البشري ما يهم ليس أن يهدوا للأفارق الأسماك بل يعلمونهم صيد الأسماك هناك التركيز على التعليم بالنمط الألماني لأنه يضمن خلق يد عامل محلية كما تريدها ألمانيا وطبعا الألمان يجددون دائما الحديث عن الالتزام الأخلاقي لكي لا تتحول القارة الإفريقية إلى سوق للمنافسة الاقتصادية للربح والمصالح الفردية دون أخذ الجانب الأخلاقي والإنساني بعين الاعتبار مشاكل الأفريقية هنا من الممكن سيد عبد الرحمن أن نستحضر ما قالته أنجلا ميركل عندما تحدثت عن ملف الهجرة وهو ملف كان محل جدل ومحل خلاف بينه وبين الشركاء الأوروبيين تحدثت عن ما يسمى بين قوسين بالقيم المسيحية بما يعني أن ألمانيا عندما تدخل إلى الأفريقية لن تدخل ومعها أطماع على غرار المنافسين الآخرين هل تقصد أنه ليس لديها أطماع سياسية مثلا؟ نعم صورة ألمانيا في القارة الإفريقية إيجابية لأنه ليس لديه ماضي استعمار كبير كما هو الحال الكثير من الدول وأيضا ألمانيا تحاول أن تفيد الشعوب الأخرى انطلاقا من تجربتها حيث عاشت حربا حروبا وعاشت مرة من سنوات المجاعة وبالتالي فهي تريد دعم هذه القارة ويهمها الاستثمار في الكفاءات والعنصر المشاريخ خصوصا الشباب لأنها تعرف أن إفريقيا قوية يعني أن أوروبا ستستفيد من القارة الإفريقية ومشاكل الهزرة والإرهاب واللجوء ستقل وهو ما ستستفيد أيضا منه ألمانيا والدول الإفريقية الأخرى نعم سعد سفير حجازي أنت قلت قبل قليل أنه ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الفرصة لكن نحن نتحدث هنا عن عشر دول بالإضافة إلى مصر هم 12 دولة 12 دولة 11 في التأسيس وانضمت في الدورة دي بوركينا فاسو آه تمام لكن هنا قد يقال أنه معظم دول إفريقيا بتستهلكها النزاعات الداخلية قراراتها السياسية مرهونة للخارج خاصة النفوذ الفرنسي ألمانيا كيف ستدخل إلى وسط هذه الأحراش؟ لا هي الصورة مش كده يا أستاذ خالد يعني إفريقيا أصبحت قرارة فعلا فيه أزمات ولكن إفريقيا صاحبت قرارها يعني القدرات الإفريقية ومصرعت برئيسة الاتحاد الإفريقي العام القادم يعني فيه تغلغل غربي قديم استعماري ربما لكن الآن أفريقيا على درجة عالية جدا من الوعي تتخير أصدقائها وهي في حاجة لكل يعني إذا كنا المستشارة نبهت للوجود الصيني ده من زاوية ألمانية لكن من زاوية إفريقية نحن نرحب بكل الأصدقاء نرحب بالصين ونرحب بمدينة صناعية روسية في قناة السويس ونرحب بأيتيدا أو مدينة صناعية صينية في قناة السويس أيضا ونستقلب التكنولوجيا الألمانية وركز الرئيس سواء في لقاءاته مع الصناعات الدفاعية أمس أو اليوم مع الشركات الألمانية على نقل التكنولوجيا على استقرار التكنولوجيا هو فعلا زي ما قال الضيف يعني إحنا مش بنتكلم عن من يقدم لك المعونة أو السمكة نحن نريد الصناعة من يعلمني ويقيم التكنولوجيا ألمانيا من الدول القليلة التي تطرح تكنولوجياتها متاحة للدول الأفريقية ومتاحة لمصر وإحنا استفدنا من سيمونز ومن هانكريتش في حفر أنفاق قناة السويس بمعدات ضخمة وعملاقة تبقى في مصر لتحفر إلى الأبد يعني إحنا في شراكة جديدة مع ألمانيا ألمانيا تستطيع بحكم مرسها الإيجابي أن تواصل عملها في أفريقيا وأفريقيا ترحب بها إضافة لكده ألمانيا تحقق مكاسب سواء كانت اقتصادية رغم أن الكل يتحدث أيضا عن مكاسب استراتيجية أخرى لأن انتشار الإرهاب والمليون لاجئ اللي وصلوا إلى ألمانيا وغيرهم كثير إلى أوروبا كان بسبب استمرار النزاعات عشان كده الرئيس في كل مباحثاته مع فرانك والتر شتاين ماير رئيس الدولة مع شتوبر اللي هو رئيس البوندستاج مع المستشارة الألمانية في لقاءاته هو يتحدث عن تسوية النزاعات كأدام من أدوات القضاء على الهجرة غير الشرعية والإرهاب يتحدث عن الهجرة غير الشرعية من زاوية تنموية اقتصادية ليست من زاوية قصرية أمنية عسكرية أو منصات كما كانوا اقترح في أوروبا في شمال إفريقيا تستقبل اللاجئين لتضحرهم مجددا إلى بلادهم لا احنا نتحدث عشان كده وولف جانج أشنجر اللي هو رئيس مؤتمر مينيخ للأمن دعا الرئيس أن يتحدث عن الرؤية المصرية اللي هي بتشمل رؤية سياسية وتنموية واقتصادية من أجل كمان فتح قنوة هجرة شرعية لكوادر إفريقيا لتعمل تدربها وتأهلها حتى تنتهي هذه الظاهرة فأنا أظن مسألة أن ألمانيا بتعمل مثل هذه الشراكة ساعة السفير وعينها على تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية كلم توصيف صحيح؟ أحد المكاسب لا هو توصيف دقيق بس هو أحد جوانب هذه الاستراتيجية يعني القضاء على الإرهاب يستلزم تسوية النزاعات والقضاء على الهجرة غير الشرعية يستلزم فتح أفاق للاستثمار والتعاون والفرص كما هو مرجو ولكن أيضا تحقق الشركات الألمانية مكاسب عدة يعني 8 مليار يورو سيمنز قدمتهم لمصر في يونيو 2015 لإقامة ثلاث محطات هم الأكبر على المستوى العالمي ينتجوا 14-4 في مكاسب كبرى لسيمنز لأنها بتخش السوق عملاق السوق المصري بـ 14-4 من 10 هو بتقيم الصلة لفترة طويلة مع هذه الشركة اللي هي باتت جزء لا يتجزأ من نجاح التجربة الألمانية في إفريقيا واللي قدمها رئيس مجلس إدارة جو كيزر اليوم للقادة الأفارقة كي يحتزوا بها أنا أملي إن إحنا كمان يبقى لنا مبادرة تجاه إفريقيا يبقى لنا صندوق سيادي يقدم شركاتك إلى القارة ويؤمنها أقصد مصر أقصد مصر أنا سأسألك عن دور مصر في هذه الشراكة لكن أسأل عبد الرحمن عمار الأول عبد الرحمن هل تعتقد أنه مثل هذا الموقف من ألمانيا يتم بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين خاصة فرنسا هناك مخاوف من أن يتم الإقدام على مبادرات دون التنسيق مع الشركاء الأوروبيين هناك انطباع هنا في أوروبا بأن الفرنسيين يتحركون لوحدهم والإسبان والألمان كذلك وهناك دعوات لتنسيق الجهود لهذا فحضور أيضا المستشار النمساوي ويعني إعلانه تنظيم لقاء أوروبي إفريقي قريبا في النمسا على اعتبار أن النمسا هي التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ربما مؤشر جيد بأن الدول الإفريقية تريد أن تقوم بمبادرات كاتحاد أوروبي وليس بمبادرات فردية لأن الكل يعرف بأن إفريقيا لا يجب أن تكون محط أطماع فردية اقتصادية أو أطماع سياسية يجب أن نظر إليها بمسؤولية كبيرة وبشاركة مع كل الدول لكي يستفيد الأفارق أولا وأيضا لتستفيد كل الدول الأوروبية أخيرا سعد سفير حدثني بشكل مختصر هل مصر دور هنا مختلف أو متميز في هذه الشراكة مختلف ومتميز بالفعل لأن مصر رئيس الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 2019 ألمانيا أيضا عضو مجلس أمن اعتبارا من عام 2019 وبالتالي التوافق ما بين ألمانيا ومصر في هذه المرحلة تجاه إفريقيا هام جدا لأن مصر دولة الرئاسة مصر بتلعب دور هام جدا في مجلس سلم والأمن الإفريقي مصر كانت عضو مجلس أمن يعني دولة رائدة في تسوية النزاعات وحفظ السلام في القارة وبالتالي البعد التنموي اللي نجح في مصر واللي مصر بتعززه وتسعى لشراكة ألمانية خد بالحضرتك برضو السؤال اللي أنت بسأله عن أوروبا للضيف هو سؤال مهم جدا لأن ده إطار لمجموعة العشرين مش إطار مبادرة أوروبية لكن حضور النمسا هي مبادرة ألمانية هي مبادرة ألمانية كان فيها الأرجنتين من مجموعة العشرين لأن ده إطار مجموعة العشرين مش إطار أوروبي والرئاسة النمساوية هي مشغولة خالص بقضية الهجرة غير الشرعية فأي مبادرة طبعا بحكم العلاقة التاريخية النمسا ألمانيا ممكن المستشار النمساوي يكون حاضر وفي ذهنه موضوع الهجرة غير الشرعية يعني أقول طاقة بالسيد الرئيس مرة في القاهرة ومرة في نيويورك عشان هذا الملف أشكر لك سعد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق والسفير المصري الأسبق في ألمانيا شكرا لك وأشكر من برلين عبد الرحمن عمارة الباحث الشؤون الأوروبية شكرا لك عبد الرحمن وشكرا لكم مشاهدين الكرام ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج وراء الحدث إلى اللقاء اشتركوا في القناة